مباشر ناشط الإعلامي ياسين أبو رائد أهلا بك معنا ياسيد ياسين حدثنا أكثر عن آخر تطورات بالنسبة للتكثيف الهجمات كيف سيكون وكيف سيتم تصعيد العمليات على أي استراتيجية سيتم العمل هل من تفاصيل عرفتموها؟ نعم مساء الخير طبعا تحاول الفصائل العسكرية في الريف الشمالي من مدينة حلب أن تستعيد القرى التي خسرتها في الريف الشمالي بهجم التنظيم داعش استطاعت السيطرة على أربع قرى طبعا لكن استطاعت تنظيم أيضا اليوم صباحا لشن هجمة عكسية واستعادة قريتين من هذه القرى الاشتباكات في تلك المنطقة في الريف الشمالي بالقرب من قرية أختارين ومارع وسوران عزاز وحور كيلس على أشدها بالأسلحة السقيلة وهناك أيضا قصف على بلدة مارع بالمدفعية والدبابات من قبل تنظيم داعش قتل في هذه الاشتباكات أكثر من 43 عنصر من تنظيم داعش أثناء الاشتباكات في الأمن وأثناء تحرير القرى التي ذكرناها أيضا بالنسبة للتعزيزات أرسل تنظيم سمان دبابات وأيضا 30 سيارة همر وبيك أب مزود للشاه سقيل إلى منطقة الريف الشمالي يعني يبدو أن التنظيم لا يفكر بالانسحاب أو لا يفكر بإعطاء هذه المناطق بل يفكر في التصعيد العسكري في تلك المناطق وأيضا من جهة المقابلة الثوار لا يفكرون بإيقاف الهجمات نهائيا بل يفكرون باستعادة الريف الشمالي طبعا أنا أشكرك جزيلا ياسين أبو رائد مراسل شبكة سوريا مباشر كنت معي من حلب اشتركوا في القناة